صباح النور صباح الخير صباح التسامح صباح التعايش من رحاب أو من فضاء أنواع جريدة أنوار بريس التي أتقدم بالشكر الجزيل لتقم تقني لها طيب مرت عشرين سنة على استهداف المغرب من قبل خفافيش الظلام هذه عشرين سنة كانت هي من الأسس داعية لتأسيس المرصد المغربي لنبدء الإرهاب والتطرف لمجموعة من الإخوة في المجتمع المدني الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية غيرة على الوطن غيرة على الإنسان أخذوا على عاتقهم الذين يتوفرون على حمولة فكرية اجتماعية نوعية ارتقوا بأن التطرف أو الإرهاب هو فكر يغزو العالم لذلك قاموا حسب مجموعة من الحمولة الفكري التي يحملونها أنهم في التفكير أخذوا على عاتقهم التفكير في إيجاد استراتيجية لمواجهة هذا الفكر صحيح أن المجتمع المدني هو شريك للدولة فليس الدولة الوحيدة التي لها الحق أو كفيلة لمواجهة هذا الفكر الظلامي بل حتى المجتمع المدني أخذ على عاتقه من ضمنه المرصد المغربي للإرهاب والتطرف الذي استرى من خلال منذ اندلاع هذه الشرارة وهذه الشرارة التي توجهت يعني استهدفت المغرب المغاربة فاسترى أو أخذوا على عاتقهم تستير أجنضة تقافية يشتغلون عليها على شكل محاور المحور الأول هو الاستهداف أو الاستثمار في النشأ كيف في النشأ هو استقطاب مجموعة من الأطفال على مستوى ضوء الشباب لتلقينهم قيم التسامح والتعايش في إطار ورشات التربويات كوينية التي يتم تتمينها بمختلف المخيمات الصيفية المحور الآخر هو محور الشباب الذين يتم من قبل المصرف في إطار شركة مع مختلف الوزارات منها وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة العدل ووزارة التربية والرياضة احتضان هؤلاء الشباب في إطار مخيمات شبابية صيفية في إطار تكوينهم في إطار محاضرات يشتغلون عليها من قبل خبراء مختصين في مختلف التخصصات منها القانونية منها الأدبية والفكرية والفنية المرصد المغربي اخذ على عاتقه من بعد المجموعة الاتفاقيات التي أبرمها مع مجموعة وزارات على أنه يشتغل سنوياً ليس خاصة يعني نشاطه لا يقتصر على الذكرى الأحداث المأساوية لـ 16 مايو وإنما استرى أجوندا للاشتغال على طول السنة من خلال الأنشطة التي قام بها ولا زال يقوم بها بخلاف الأنشطة التربوية هناك في المجال الفني قام المرصد المغربي النبد الإرهاب والتطرف بتنظيم مهرجان سينما التسامح بشاركة مع مجلس جهة الضال البيضاء ثم في إطار شاركة مع وزارة العدل قام المرصد بمجموعة من تكوين للشباب شباب المرصد بحيث أن المرصد المغربي والنبد الإرهاب والتطرف يتوفر على 40 فرع بمختلف معمور المملكة من الشمال للجنوب بمختلف جهات المملكة المرصد المغربي لنبد الإرهاب والتطرف أخذ على عاتقه اقتحام الحق المضاسي بحيث أن المرصد من خلال فرعه يقوم بمجموعة من مجموعة من ندوات في إطار التواصل مع التلاميذ المؤسسات التعليمية من إعداديات وتنويات في إطار تمرير الخطاب الخطاب خطاب نبد الكراهية ونبد التطرف صحيح أن ليس سهل أن من موجهة موجهة فكر فكر ظلامي كفكر التطرف فهذا مما جعل المرصد أنه يهتم في توجهاته وفي تكويناته على مجموعة من الأخصائيين منهم النفسيين منهم أساتذة علم الاجتماع أساتذة في القانون العام القانون الخاص في المجال التربوي لذلك فالمرصد لم يقتصر على هذه الأنشطة فحسب بل ارتأ عقد شراكات مع مختلف مع مجموعة من المنظمات الدولية ومجموعة من الجمعيات من خارج المغرب وأذكر على سبيل الذكر للحصر الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن هذه المنظمة في إطار شراكة قام المرصد المغربي لنبد الإرهاب والتطرف بمجموعة من الأنشطة داخل إيطاليا منها الفطار جماعي بإحدى الساحات بإيطاليا مثل المغرب في البرلمان الإيطالي في إحدى اللقاءات الثقافية هناك بإيطاليا إضافة إلى الشراكة التي أبرمها للمرصد المغربي لنبد الإرهاب والتطرف مع الجمعية المغربية الفرنسية جمعية صداقة المغربية الفرنسية التي تم استضافتها هنا بالمغرب مع إنجاز مجموعة من الأنشطة أو تنظيم مجموعة من الأنشطة بفرنسا قام أيضا المرصد المغربي اللي نبدأ الإرهاب والتطرف بمجموعة من الأنشطة ومجموعة الشراكات مع مجموعة من الجمعيات المجتمع المدني للأفارقة المتواجدين من جنوب الصحر المتواجدين بالمغرب في إطار تلقينهم بحيث أنه قام المرصد بإحداث مكتب بإحداث دور الشباب إحداث قسم لتعليم الأفارقة والأفرق الأسيويين لتعليمهم اللغة العربية هذا كله انبتق من مجموعة من الإيمان إيمان الشرائح المشكلة للمرصد المغربي لنبد الإرهاب والتطرف إيمانهم بالاختلاف وإيمانهم بالانفتاح لأن المغرب منفتح على جميع التقافات وجميع الديانات وليس بغريب عنها فالأسبوع الفارض قيمة مجموعة من المواسيم الدينية لليهود بمختلف أنحاء المغرب دون أي إحراج كما لا ننسى أننا نشيد المحاولات لإفشال المحاملات أو التصدي رجال الأمن ويقضتهم لإفشال كل محاولات الإرهابية التي من شأنها المس باستقرار وأمن المغرب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة